وتعليقا على مقدمة حلقة مبارح أنا كنت اتكلمت مع حضراتكم على يعني فكرة جمهور الأهلي والتعامل مع بالذات منصات السوشال ميديا الإعلام التقليدي أو الوسائل الإعلام المعروفة سواء كانت قنوات سواء كانت برامج رياضية سواء كانت قنوات يعني متخصصة قلت بشكل كبير جدا أنه جمهور الأهلي قادر يفرز يعني هي الأسماء معروفة نحن نتحدث عن 15-20 اسم موجودين على الساحة مثلا يعني جمهور الأهلي بتهالي النهاردة عارف مين طلع يهزر مين طلع يركب ترند مين طلع يخبط عشان يعني بينتمي الأندية تانية فبالتالي قلت أنه الأثر بتاع الحاجات دي على جماهير النادي مش مؤلى قوي بالنسبة لي يعني ما أعتقدش أنه أثر كبير جدا لكن الخوف كل الخوف لما تكلمت على الصفحات اللي هي باسم النادي الأهلي والناس اللي بتظهر وهي لابسة تيشرت النادي الأهلي وبتتكلم على الأهلي وبيضربوا الحقيقة من تحت لتحت كان الكلام كله على أنه بداية الموسم مش محتاجة غير أن إحنا نركز بس في الدور الطبيعية اللي بيقوم بي جمهوره الأهلي طول عمره إيه هو الدور ده أن إحنا ندعم فرقتنا ولما يبقى يحصل المشكلات ولما يبقى يحصل المطباط ولما لقدر الله يبقى فيه سقطات ساعتها يبقوا هجموا وانتقدوا واتهموا بالفشل زي ما أنتوا عايزين لكن أنه من قبل الموسم وعلى كل صغيرة وكبيرة وفي أوقات كتير جدا يعني قصة التيشرتات بتاعة النادي الأهلي وكل ما أصير عليها ولأنا قلت لحضراتكم أنه غير دقيق وغير صحيح على الإطلاق يعني وأقولت لكم أنه بمجرد ما يتم الإعلان رسمي عن تيشرت النادي الأهلي هتكتشفوا أنه القصة غير تماما ما أصير على منصات التواصل الاجتماعي وعلى قنواتها وعلى أكاونتات اليوتيوب مش صحيح أنه الأهلي لم يعتقاد مقابل مادي بالعكس على فكرة ديلي اللي عامله الأهلي ممكن يبقى يعني أنا ما عنديش إحصائيات وما عنديش أرقام بس أقول فيه احتمال أنه يكون الأكبر الأكبر في تاريخ كرة القدم الأفريقية مش المصرية الأفريقية في النهاية أنت ليك مطلق الحرية أنك أنت تنتقد ليك مطلق الحرية أنك أنت يعني تشوف أنه أنه فيه خطأ لكن فكرة أنك أنت من قبل الملموسم يبدأ وإحنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم فيه حالة غضب وفيه حالة هجوم وفيه حالة اتهاماته يعني صعب قوي صعب الأجواء دي بتأثر صدقوني يعني في عزم إحنا بنتكلم على أنه معسكر نادي الأهلي كان ناجح جدا وأنه الراجل قرب جدا جدا كل نجوم النادي الأهلي اللي قابلتهم هنا في الستوديو أو اللي قابلتهم حتى برا برا الستوديو بيتكلموا على أنه الراجل حقيقة عمل قطع شوط كبير جدا جدا مع اللعيبة واللعيبة حتى اللي انت ممكن تكون غضبان منها أو من انت راجع مستواها أو من عدم قدرتها أنها تكون بتمثل إضافة في الأزمار كتيرة جدا محتاجين منك كمان فرصة اللعيبة اللي راجع من بعيد محتاج منك فرصة الكهرباء محتاج منك فرصة شدي حسين محتاج فرصة حسام حسن محتاج فرصة أكرم توفيق محتاج فرصة عمار لما يرجع محتاج فرصة محمد محمود كل دول محتاجين فرص نصبر على نجومنا شوية وعلى فرقتنا شوية أنتوا ليه محسين ليه ليه فيه إحساس عام كده وكأن الفرقة فاضية